بدأت المستشفيات الحكومية بتشغيل غرف العمليات في الفترة المسائية طوال أيام الأسبوع وإجراء العمليات الاختيارية أيام السبت نعم هذه الخطوة الجديدة تأتي بهدف تقليص قوائم الانتظار وحصول المستفدين على الخدمات في الأوقات المناسبة لهم في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وتطويرها بشكل متسارع ومستمر في المستشفيات الحكومية بدأت المستشفيات في تشغيل غرف العمليات الاختيارية أيام السبت بالإضافة إلى فتح باب إجراء العمليات في الفترة المسائية طوال أيام الأسبوع والذي يمثل نموذجا مستحدثا بغرض تقليل قائمة انتظار المرضى هذه الخطوة غير المسبوقة تأتي بفضل الاهتمام الحكومي الذي يهدف إلى تحقيق استراتيجية التطوير بمجمع السلمانية الطبي لتحقيق معادلة التوافق الصحي لتقديم الخدمات الصحية لكافة الأعداد المسجلة في قوائم العمليات الجراحية حيث يشمل هذا المشروع في مرحلته الحالية الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة النساء والولادة بالإضافة إلى تخصص الأنف والأذن والحنجرة كما وتستعد المستشفيات الحكومية إلى تجشين أربع غرف عمليات جراحية جديدة مزودة بأحدث التقنيات والخدمات وذلك ضمن الخطة التطويرية التي أقرت بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية لتكون مملكة البحرين دائما في طليعة الدول المتقدمة في المجال الصحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر